صباح الخير عشان الناس تتفعل معنا أكتر قبل ما نحكي عن موضوعنا هذا اليوم ستي احنا دائما نحب نذكر موضوع موادرة من حقه هي مبادرة تعنا برفع مستوى المواطن القانوني بحيث انه يكون عنده فاعلية ويكون عنده قدرة على فهم حقوقه وواجباته ما يعتمد على على أي شيء آخر سوى القانون بهذا الشكل احنا ندعم المواطن وندعم حتى الجهاز القانوني بالدولة وكمحامين نرفع المستوى القانوني عند الجميع فهذه المبادرة ان شاء الله يتفاعلوا معنا ويحاولوا يسألوا أي استفسار أنا موجود أونلاين دائما اليوم احنا طرحنا سؤال لكل اللي بتابعنا عن قانون العمل هل انتوا باعتقادكم منصف أكتر لصاحب العمل أو لا العمل بالبداية قبل ما نحكي عن تفاصيل اليوم نحكي تحديدا للعمال بأنه احنا هلا عطلة وأجواء عيد فبدنا نحكي عن قانون العمل الأردني كيف بكل نواحي هو المفروض عم بينصف طبعا الطرفين لكن بدنا نشوف النسب وأعرف بالبداية رأيك فيها لأنه فيه أشخاص بيحسوا أنه لا هو متحيز لجهة أكتر من جهة فبدنا نشوف اللي بتابعنا 21% هو مع العمل أما النسبة الأكبر 79% بالنسبة لهم قانون العمل ينصف صاحب العمل وهاي النظرة بحس أنها بتنطبق على كل أصعد أنه دائما منحس القانون مش منصف يمكن للفئة الأضعف فشو تعليقك؟ احنا دائما منحس أنه مظلمين لأنه ما منعرف صح الفكرة ستي أنه قانون العمل في مادة واضحة بأوله يعني بأول صفحة اللي هي المادة أربعة بتقول لك أي اتفاق يعني أي موافق بشكل بسيط بدنا نحكي المادة إذا العامل بوافق على أي شيء ضد مصلحته ضد عقد أو نظام موجود فيعتبر العقد الصحيح والشرط باطل نحكي كيف لما خلينا نأخذ هيك شغلة بسيطة في فترة التجربة هي ثلاثة شهر بالقانون صح؟ أنا بيجي واحد على على صاحب عمل بيقول له بدي أشتغل عندك قبل ما يدخل معه بعقد بيقول له تعال بدي أجربك ثلاثة شهر صح خلال ثلاثة شهر أي شخص فينا بيقدر يتنازل عن العقد بدون تبعات مالية وفصل تعاسفه وإلى آخر هلأ القانون إيش قال؟ قال هاي المدة ثلاثة أشهر فقط بيجي صاحب العمل ما قرر لسه أول شغل بينادي العامل بيقول له شو رأيك نمدد الثلاثة شهر ليش؟ لأن العامل دائما أضعف في عقد العمل بس هو هذا التصرف يعتبر قانوني لصاحب العمل؟ هلأ بيقول لك هو ليس قانوني وإن وافق عليه بإرادته السليمة بدون إكراه بدون ضغط بدون أي شيء بالموجب أحكام هاي المادة هذا التوقيع باطل ويعتبر مثبت من اليوم الواحد والتسعين فهمت عليه؟ إذا جدد العقد وحكاله أنه أنت لست مش مثبت هو حسب قانون العمل ثابت بيعطيه حقه أنه أنت ثابت بالظبط بالظبط حتى لو هو وقع حتى لو وقع حلو هلأ في شغلة للمدرسين كمان معظم عقود العمل للمدرسين بتكون محددة المدة من إله شوفي كيف هلأ عشان أقول لك كيف القانون بلعب دور مهم لصالح العامل بيجي العقد ويقول لك العقد سنة لكن أول ثلاثة شهر من السنة تجربة لاحظي في عندي معلومتين أولا أنه العقد سنة تانيا أنه العقد هاد أول ثلاثة شهر منه تجربة طيب معناه صار عندي معلومتين وتناقضات أيهما لصالح العامل أنه يثبت ولا نفعل التجربة طبعا يثبت صارت معي دعوة شغلوا أستاذ مدرسة بالمدرسة شغلت أستاذ عندها وقالت له في عندك ثلاثة شهر العقد سنوي من تاريخ واحد واحد لا واحد ثلاثة معاش وأول ثلاثة شهر من العقد يعتبر تجربة روحوا باعتقادهم أنه هذا الكلام يجوز روحوا بالشهر الثاني بهاي المرحلة روحنا على المحكمة وأخذنا تعويض عن باقي السنة والمحكمة حكمت لنا صلحا واستئنافا أوكي ليه؟ لأنه في حال التناقض يفسر لصالح العامل لو تنازل عن أي حق من حقوقه برضو يفسر لصالحه حالو يعني بعدها زملتين مفروض النسب يعني تنقلب يعني اللي عم من حاول نوصله أستاذ عمر إنه لو العامل مش على وعي ودراية لأنه عنا نسبي موضوع التعلم والوعي بالقوانين لو أنت مش على معرفة ودراية بتفاصيل القانون إذا أنت وقعت على إشي مش بصالحك بالنهاية القانون بيعطيك الحق أنه يرجع لك حق أعطيكي مثل ثاني هلأ هذا مهم جدا لأنه إحنا في هاي المرحلة مرحلة عياد وسنة جديدة وعقود فيه لأنه إشي وقت إضافي الوقت الإضافي هلأ العامل لا يجوز أن يعمل أكثر من ثمن ساعات باليوم بالقانون بغض النظر ما يتجاوز الثمن ساعات هو وقت إضافي في الأيام العادية لازم ياخد هلأ أصحاب العامل بزعلوا مني ليش حكيت هلأ أنه نعطي زيادات ما يتجاوز الثمن ساعات بدفع صاحب العامل للعامل 125% من أجره على الساعة 125% من الأجر بالضبط هلأ إذا شغلوا بأعياد وطنية أو دينية بدفع 150% هلأ الكل عام بسجل أتوقع بزرط قديش بيطلع لي طيب اللي بدي أحكيه أنه أحيانا بيجي صاحب العامل بيقول أنا شوف أنا ما عندي عمل إضافي بدك تخلص شغلك هلأ هون نفس موضوع فترة التجربة لو أنا وقعت أنه ما إلي عمل إضافي بيطلع لي بالمحكمة عمل إضافي ضرط من عن صاحب العمل هذا اللي بتحكي قدي متبق قدي 100% يعني قدي يحاسب صاحب العمل إذا ما حاسب على الساعات الإضافية خلينا نحكي بداية بتفهم واذا كان بالمحكمة أو من خلال ضغط مكتب العمل رح يدفعهم كيف؟ العمل لازم ياخد خطوة؟ آه طبعا لازم يتصرف هلأ مو هون المشكلة القانون لما طلع هلأ إحنا عندنا القانون أصلا موجود فيه عندنا عقد العمل بالقانون المدني إجاء القانون العمل فصل تفاصيل أكثر أوكي القانون مشرع أوردي بيعرف أنه العامل تحت ضغط وحاجة العمل وبالتالي فيه فيه مسئولية اتجاه هنا بخايف يترك العمل دائما بخاف من صاحب العمل يروحه فحط هاي في عين الاعتبار هلأ هو مش إنه متحيز صالح العامل بس لأنه صاحب العمل بالمجتمع عنده قوة فظبط الميزان القانون قال له خلص العقد ماشي وأي إشي ضد مصلحته بصير بصير يلغى والشرط يبقى تخيل لأي مرحلة هيك طرفة يعني إذا صاحب العمل عود العامل إنه يحتفل بعيد ميلاده كل سنة أوكي لمدة سنتين هذا يعتبر حق لصاحب العامل للعامل يعني كل سنة بدك تحتفل فيه يعني إذا أصدك يعني المبدأ إنه إذا تعود على إشي من صاحب العمل لمدة سنتين هو ملزم حبيث ممتع الإجتماع هذا القانون القانون مع العامل مش مع صاحب العمل طيب هلأ إحنا لأنه ما ضلوقت حكينا إنه العامل لازم يعرف كتير تفاصيل وهي بتخصه بالنهاية عشان يطالب بحقه لكن سريعا شو الواجب عليه نعم الآن هو بلتزم بعقده أوكي حتى لو مش مكتوب العقد لو أنا وظفت واحد شفاهة قلت له تعالي اشتغل عندي خلص يعتبر هذا عقد العقد حتى شفاهة بزبط لازم يلتزم بالعمل الموكل إليه أوكي في حال لم يلتزم بيخضع للإنذارات بيخضع للخصومات لو تأخر يعني إن الله يحب أن عمل أحدكم عملا أن يتقنه صحيح هاي برضو رسالة للعمال إنه حتى مع وجود حقوقكم العمالية اللي أحيانا بتقوي موقفكم القانوني مركزكم القانوني لكن بالمقابل عندكم ثمان ساعات بدنا نشتغلهم الثمان ساعات إذا اشتغلنا الثمان ساعات بيصير في إلي قلب أني أطالب بحقوقي ما يتجاوز مش أنت مأثر كمان بزر أنت مأثر كمان عم بتطالب بحقوقك بزر بزر دي أشكرك أنا أستاذ عمر الموضوع طويل لأن العمال يعني إحنا نحكي عن الشريحة الأكبر طبعاً بالمجتمع فحلو نرجع نحكي برضو عن الحقوق في مواضيع الأجر والعديد من الأمور والإجازات نعم شكراً إلىك وعلى أمل يعني أنه نفعل هاشتاغ من أندرسكور حقي عشان أي استفسار يتكون دائماً عن الصورة والأمور واضحة تسمحي لي الآن بما أنه الفقرة شوي كانت قصيرة خلونا على الهاشتاغ إذا تكرموا الجمهور طبعاً يسألوا عن موضوع الإجازات يسألوا عن موضوع الإجازة الأمومة إجازة السنوية وتقادمها والأمور هاي خلنا نتفاهم أكتر بركي يعني وسط المعلومة بشكل تفصيلي أكبر شكراً إلى اللقاء